موسيقى بين إذاعاتنا والمستمعين إذا المستمع عنده رد فعل على برنامج إذا عنده أي مقترح إذا عنده ملاحظة إذا عنده نقد مرحب بيه نحن نسمع كل ردود الفعل ندرسوها ونجيبو عليها. طريقة الاتصال يمكن مراسلتنا على بريدنا العادي الموجود على موقع متاعنا راديو اكسبرس افين بون كوم. يمكن زادة مراسلت المنفق العالمي على الميل ام جونتارا ات اكسبرس افين بون تين على موز على الصوتي سبعين سفر راحديش خمسمائة وخمسة وخمسين. يمكن زادة الاتصال بموافق العالمي على الرقم اربعة وتسعين سفر خمسة وخمسين ميتين واثنين وذلك كل يوم اثنين من كل اسبوع من مساعة التاسعة صباحا الى منتصف النهار. نمشي إلى ردود الفعل يتلقيناها على الفيسبوك خلال الاسبوع المنقذي. نبدأ بالنقطة الاولى. طريقة التسجيل كيفاش بربي. هده تعليق وتساؤل للمستمع محمد امين البنبري على اخبار نشرناه في تلاثين مارس الفين واربا عشرين. حول انتلاق التسجيل للانتفاق ببرنامج تمويل باعثين الشبان من محدودي الدخل. عدنا الخبر اللي نشرناه وعدنا قريناه جواب موجود في المقال لمحالة اللي يذكر الطرف الذي يمكن الاتصال به هو البنك التونسي للتضام واللي قالوا في المقال انه ثم منصة يقع التسجيل فيه. ولكن المستمع لحق في جانب هام اذا ان الخبر لم يتعمق في موضوع هذه المنصة نحن وجهنا المسألة الى مصالح التحرير والانتاج بالاساس لتقديم معلومات اضافية الى المستمع وكل من يهموا الامر خلال فضاء من فضاءات البرمجة قريبة ان شاء الله. نمشي للنقطة الثانية شكرا على مساهمتكم برافو لكن يلزم الناس اللي يهمهم الامر يقع استشارتهم وليس فقط الاولياء اللي يظهروا اكثر من غيرهم او اولئك اللي يظهروا اكثر من غيرهم. هكذا كان تعليق المستمع بلال عمدوني على حصة زميل وسيم بالعربي حول الشركات الناشئة ستارتاب اليوم سبب 30 افريل 2024. الحصة خصصة للحديث عن اهم الرهانات المطروحة لديفي بالنسبة لهذه الشركات جوابنا بالطبع هو ان الموضوع تطرق اليه الزميل وسيم بالعربي ميرانا وتكرارا. الشيء الذي لا يعني اننا لا نتعهد بالعودة للموضوع ولمواضيع اخرى نحن في خدمة المستمعين وقد نقلنا بكل صفة الملاحظة الى زميلنا وسيم بالعربي اللي سيحاول نحن لن نشك في ذلك بانتظام اعطاء الكلمة الى كل مكونات المجال بمعنى مجال الشركات الناشئة تعميما للفايدة. نمشي لنقطة الثالثة اه هؤلاء اشباه الخبراء للأسف دائمي التشاؤم. اكا علق المستمع اكرم العريضي على التشجيل ان شاء الله يوم واحد وثلاثين افريل 2024 يتعلق بمخزون السدود واللي اه ضمن تدخل الخبير لنسبة رأيانا في الموضوع وفي برنامج اكس ريس اكس ريس ويك عنده. به هو يتحدث عن اشباه الخبراء معناها تم نعت بانهم اشباه خبراء ما هم مش خبراء. جواب هو ان السيد انيس بن رايانا هو مختص في الشأن الفلاحي. هو على درايب الوضع الفلاحي في بلادنا بمختلف اه اوضاعه. وسبق لنا ان تحدثنا اليه نحن وغيرنا من وسائل الاعلام في مرات عديدة حول الاوضاع الفلاحية في تونس وفي العالم. هو لديه دراية وصيد معناها عنده صورة في المجال. نتذكر في السياق بما هو مذكور في مثال تحرير لاذاعتنا. واللي ان اكدنا فيه انه لا نستنجد الا بالخبراء الذين لهم كفاءة. ويأتونا ب اه اضافات اللازمة. نفيد كذلك انا ما قاله اه سيد برايانا يتقاطع معناها. هو نفس الشيء من معلومات وردت من مصادر اخرى. اما مسألة التشائم فنحن نقول هل من يعطي معلومات صحيحة ومتفق حولها يعتبر متشائما. اما نعت سيد برايانا بشبه خبير ففي الامر مغالطة ومس من سمعة الشخص. والمستماع حر في تقديره شريطة ان يأتي بما يبرر قوله. نمشي للنقطة الرابعة. باللهي موضوع كيف هذا شنو الفايدة المواطن التونسي منه. هذا تعليق المستمع هيكل اللي عرف نفسه بالاسم هذا. على تسجيل لنفس الخبير سيد برايانا. في نفس البرنامج حول ارقام عن الموارد المائية وانتاج الحبوب في الجزائر والمغرب. يوم 31 أفريل 2024. هو اطرح السؤال قال كيفاش المعلومات عن الجزائر والمغرب كيفاش تهم التونسي. نحن نطرح بدورنا السؤال التالي على المستمع الكريم. هل ان هذه المعلومات لا تفيد المستمع. بمعنى لا فائدة في ادراجها. هل يمكن بطريقة اخرى ان ينفي وجود فائدة من نشر هذه الارقام. بالطبع سيجد المستمع مبرر لنفي جدوى من نشر وبث اخبار من هذا النوع. هو حر. وعليه في هذا السياق ان ينظر الى كيف تتصرف وسائل الاعلام بصفة عامة. في حالات مشابهة. اللي تشبه لهذه. علمتنا نحن الممارسة الصحفية شيء. اولا اهمية القرب. يقولوا بالفرنسية. شيء قريب ليك. بمعنى ان الواقع الجزائري والمغربي هو واقع في محيطنا القريب. هو اذا يهمنا. ثانيا التونسي يسعى الى مقارنة واقع بلاده بواقع البلدان التي هي فيها اوجه شبه مع بلده. فمثلا الجزائر والمغرب يشكوان من الجفاف ومن شح المياه. شح المياه ناقص المياه. الشيء الذي يؤثر حتما على الانتاج الحبوب التي تشكل هنا وهناك منتوجا اساسيا في استهلاك المواطن المغاربي بصفة عامة. وتعليق هذا ينذكر اللي كان يوم واحد وثلاثين مارس الفين واربع وعشرين في البرنامج برنامج اكفريس وكانت انهارت لحد وهذا التعليق بالنسبة لهيكل المستمع هيكل واكرم العريضي. نمر الى نقطة اه خامسة اه تمهدوا للزيادات هكي يقول اه المستمع حاتم اللي قدم نفسه الاخبار انشرناها يوم ثلاثين مارس الفين واربع وعشرين يقول تونس الاولى مغاربيا ثانيا عربيا اه في هدر الغذاء. جواب هو ان المعطيات المقدمة هي تقرير اه مؤشر هدر الغذاء لسنة الفين واربع وعشرين صادر عن برنامج الام المتحدة بالخبر صحيح ثم هو صادر عن مؤسسة دولية معروفة بصرامتها شو معنى يكن يقوله صرامتها بمعنى ان عندها دقة في تقديم المعلومات ولا تتلاعب بالمعلومات ولا تغالط من تتوجه اليه فاذا التعليق المستمع يعتبر تهمة وعن اي وضع من الاغذية يتحدث المستمع الكريم هو تحدث عن الاغذية بصفة عامة هل ان الزيادات ستشمل كل الاغذية بطبيعة الحال التعليق متاعه هو غير منطقي ولا يقبله العقل المشير للنقطة السادسة هو التعليق من مستمع ابو سامي هكا عرف نفسه يقول فيه بالله خرجوه من استوديو هذا يزيم التحليل على تحليل زميل مروي العشوري يوم الثنين افريل الفين واربع وعشرين على هنا انهاء مهام السيد وزير التربية محمد علي البغديري في برنامج لماك اكس بريس البرنامج هذا احدث من اجل تحليل اوجه المختلفة لحياة الوطنية يوميا وما يقوم به الزميل مروان هو اذا النشاط عادي موجود في كل وسائل العلام اللي تتمد التحليل كجزء في تصريط الضوء على الاحداث بصفة عامة ولكن باحترام الممارسات السليمة المهنة واخلاقيات المهنة اللي دائما وابدا اكدوا عليها بالمناسبة عدنا الى كل ما قاله زميل مروان ولم نجد اثرا لما يتنافى مع ما ذكرناه بمعنى ما يتنافى مع اخلاقيات المهنة ونسأل هنا ما هو مبرر دعوة المستمع ليتوقف زميل عن التحليل علما ان التحليل وعلى عكس التعليق يعتمد دائما الحجج والبراهين وعلى شبكة قراءات لا نجد فيها مجالا لما هو ذاتي او مبني على احكام مسبقة او خواطر معناها ما يعطيش رأيه هو الذاتي الشخصي ما يتدخلش فاين الخطأ خاصة انا متابعتنا للتحليل واردة فشان انهام هام السيد البغطيري اعتمدت نفس النهش في كل وسائل الالام الاخرى نقطة اخيرة للقطة السابعة اللي فيها تنوية في النهاية الى انه بلغتنا رسالة عبر موزع صوتي من مستمع مريم التريكي من اريانا اتعاقب فيه على حديث تم يوم 3 افريل 2014 على اذاعتنا دون ذكره بدقة وفهمنا ان الامر يخص مدرسات توفر تكوينا لما يبدو للبنات متحدثة عن محمد صالح النيفر فيما يبدو ثلاثينات القرن الماضي وهو مصلح نحن وسنبحث وسنعيد الاستماعي للحصة وسنجيب عن تعليق سيدة مريم التريكي في الحصة القاتلة امام العرسي محمد كان عندك تعليق لا معادي حتى تعليق ولكن مش نجاوبوها ان شاء الله نذكروا بوسائل التواصل والاتصال اه بي اه بالموزع الصوتي على السبعين سفر حتيش خمسمية وخمسة وخمسين نجمو زيدا اه تراسلوا المنفق العالمي تجمو زيدا مراسلتنا على البريد العادي الموجود على الموقع بتاعنا تجمو زيدا تكلموا وتتصلوا بالمنفق العالمي على الرقم اربعة وتسين سفر خمسة وخمسين ميتين واثنين كل يوم اثنين من كل اسبوع من تسعة متاسباح الى منتصف النهار شكرا لك بركة الله فيك سي محمد غونتارا شكرا معكم في اه برنامجنا حتى لتسعة